السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل حرقان البول من علامات الحمل أم لا لعل أغلب النساء والفتيات قد مروا بتجربة حرقان البول أو التهاب البول حيث أن الشعور بالحرق أثناء التبول هو من علامات التهاب المسالك البولية وطبعا قد تتعرض المرأة في بداية الحمل لعديد من المشاكل ومنها حرقان أو التهاب البول فالمرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بهذه العوارد وقد تعاني أيضا من الشعور بالحرق أثناء التبول وتغير لونه لذلك قد لا يكون حرقان البول من علامات الحمل ولكن النساء الحوامل معرضين للإصابة به حيث تعد التهابات المسالك البولية شائعة أثناء الحمل وهي تؤدي إلى الحرقان أثناء التبول وذلك لأن الجنين الذي ينمو يمكن أن يؤدي إلى الضغط على المسانة والقنوات البولية مما يؤدي إلى احتجاز البكتيريا أو يسبب تصرب البول ويمكن أن تحس المرأة الحامل بحرقان البول في الأسبوع الأول من الحمل مما يعني وجود التهابات داخلية في المسالك البولية وهذا بسبب أن البول عند المرأة يصبح أكثر تركيزاً توقف على أنواع معينة من الهرمونات والسكريات التي تشجع نمو البكتيريا ويقالل من قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا السيئة التي تحاول الدخول في نهاية الفيديو ننوح أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبداً عن زيارة الطبيب وللمزيدنا المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعمنا بلايك وكومنت وشاركوا فيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ